السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد من هذا الأسبوع على يوتيوب ميزات جديدة لبودكاست أولا سيتمكن منشؤ المحتوى من إنشاء محتوى جديد بودكاست أو ضبط قائمة تشغيل حالية كملف بودكاست ولكي يحصل الفيديو على ميزات بودكاست يجب أن يتم تصنيفه كذلك أولا تشمل هذه الميزات شارات البودكاست خيارات عرض البودكاست الظهور في نتائج البحث والاكتشاف ثانيا إضافة مقاييس أداء البودكاست ضمن إحصائيات يوتيوب وتشمل عدد المشاهدات ووقت المشاهدة ومصادر الزيارات وبيانات الأرباح إزالة أحد أشكال الإعلانات من استيديو يوتيوب ابتداء من السادس من إبريل للعام الحالي لن يظهر شكل الإعلانات كخيار قابل للاستخدام على يوتيوب من أجل المساعدة في تحسين تجربة المشاهد وتحويل التفاعل إلى أشكال إعلانات بأداء أعلى ميزة ترتيب الفيديو حسب المشاهدات في التجربة الجديدة على يوتيوب موبايل استيديو يمكن لمنشئي المحتوى إخفاء عرض بطاقة أداء الفيديو الأخير ترتيب الفيديو حسب المشاهدات من عشرة وستبقى غير ظاهرة في المرة التالية التي يفتحون فيها التطبيق أو يقومون برفع فيديو آخر حفظ مقاطع الفيديو على الهاتف أصبح بإمكان صانعي المحتوى تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم بتنسيق MB4 من داخل يوتيوب موبايل استيديو وتطبيق يوتيوب الرئيسي وبالنسبة للفيديوهات القصيرة فستظهر علامة يوتيوب المائية عليها مكتبة الصوت في كرياتور ميوزيك يمكنك الوصول إلى مسارات مكتبة الصوت في كرياتور ميوزيك من خلال رابط مباشر في الصفحة الرئيسية بما في ذلك مكتبة الصوت المجانية على يوتيوب ويمكنك البحث حسب النوع والأداء والمزيد من الخيارات الأخرى